السلام عليكم يا جماعة المعلومات والخفايا في الآيفون استبدال النص تيكستر بليسمنت هاي الخيار ما تقدر تبحث عنه أتوقع الكل يعرف ميزة هالخيار إنك تقدر تستبدال أي جملة باختصار حرفين ثلاثة أو كلمة ماكسموم كلمة ما تقدر أكثر طبعا زيني راد نعرف هالحركة يعني ما أنا به الشرح لا تعال تعال بعطيك الشيء القوي لما تعرفه تعرف إنك تقدر تحط لوكيشن بيتكم لوكيشن دوامك لوكيشن مكتبك هني في تيكستر بليسمنت استبدال النص ويكون الاختصار بمجرد كلمة وإذا كلمك أي شخص يابل لوكيشن مندوب أو أي شخص ثاني يبي مثلا لوكيشن البيت أو غيرة وإنت متواهك بتروح تدور في المحادثات وين لوكيشن أو تكلم أحد في البيت يطرشك لوكيشن لا 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 الموضوع الحين جدا أسهل أول شيء كل اللي عليك تروح جوجل ماب أو تروح ويز تاخذ لوكيشن اللي تبي يعني على سبيل المثال أنا أستخدم ويز تشوف لوكيشن بيتنا موجود في ويز أوكي فبروح المنطقة أو لوكيشن اللي أبي أبي مثلا في لاجيوم من الثلاث نقاط أرسل موقع تسوي لنسخ حلو حلو تقدر من ويز أو غوغل ماب بعدين تروح على ميزة استبدال النص علامة الزائد سوي بيست للعنوان تحذف أي شيء قبل الاتش أوكي واختصارك بيكون مثلا موقع سيف أي شيخص الحين يبي موقع بيتكم مجرد أنك تكتب موقع بيجيب لك اللينك ارسل تضغط على اللينك بيوديك على نفس المسار اللي أنت مطلعة من ويز وبس والله تقدر تحفظ أي لوكيشن عندك في استبدال النص ويكون اختصار جاهز وأي شخص يكلمك يبي اللوكيشن اتطرش لياه مجرد ثواني أعرف والله ميزة قوية وبس والله جماعة هاينا شرح لهالفيديو إن شاء الله كم استفدتم بالشرح وطرش المقطع حق الناس اللي تابت فيديوهم بهالمعلومة يعطيكم العافية لا تنسون اللايك والفولو والشير سلام عليكم ورحمة الله